إجلس إدارة النادي الأهلي قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد اللي كان مقرر إقامتها في قطر خلال أكتوبر المقبل وده طبعاً التزاماً بالسياسة العامة للبلاد جاء القرار ده جاء رداً على الخطاب اللي تلقته إدارة النادي قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد واللي رشح فيه الأهلي المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر وقام رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي قام بعرض الأمر على مجلس الإدارة واللي رفض مجلس الإدارة الحقيقة ما جاء في هذا الخطاب وقرر فورا ارسال اعتذار مكتوب للاتحاد المصري لكرة اليد متضمن القرار المشارئي